القادة السياسية في الحقيقة عملت لنا طفرة كبيرة جداً وساعدتنا على كل المنشآت الرضاية اكتملت إن احنا نقدر ننظم أي حاجة في أي وقت يعني لما نيجي نقول احنا عايزين بقى مجموعة ونشوف ننظم الأولمبيكس عندنا القدرة ما فيه سيادة الرئيس نزل المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية زايد عندنا المدينة الشباب والرياضة في العاصمة الإدارية وعلى أعلى مستوى حجم الصلاة اللي احنا طورناها دلوقتي علشان بطولة العالم حاك عارف يعني إيه ثلاث صلاة البني بهذا الشكل سمارت وكلها زكية وتطوير مجمع صلاة المغطاة في الساد القيارة ده حاجة كبيرة جداً حجم حمامات السباحة اللي اتعملت في سانتين أكتر من ثلاثين سنة اتعمل فيها حمامات السباحة في مصر فبالتالي عندنا إعلام على أعلى مستوى والشباب على أعلى مستوى بتجمع من الاتنين الجزء التخصصي والتكنولوجي عندنا خبرات في مجال العمل الإداري الرياضي عندنا كليات رياضة متخصصة عندنا الحمد لله يعني نقدر نعمل كل حاجة وده من دي وان من أول إسبوع هكرر ده كتير جداً عشان ناس تفتكر أول إسبوع حطيت كده جبت إعلامية الوزارة اللي بيغطي الوزارة قلت له يا جماعة ده استراتيجيتنا نقدر بكرة ننظم بطولة أفريقية ونقدر نحضر لآخر حاجة وقفت عندها تنظيم بطولات العالم أو الدورة الأولمبية نقدر أن احنا ننظم ده لأنه عندنا واحد دين ثلاثة قاله وزير حالم ولسه جديد وعنده طاقة جت اختبار عملي اتسحبت بطولة أفريقيا من أحد الدول بقالها سنتين يلا قدم في أسبوع رئيس الوزراء والوزير كتبوا الضمانة عشان عارفين ونظمنا في ستة شهور فيوم رمضان أعلى دورة بطولة أفريقية تعمل التكنولوجي وفتح وختام ومنظومة عملتنا اسمها لجاسي عندنا إرث نعمله ده يخلينا نقول نقدر نعمل من الآخر ثلاثة صعبين يسهل كان ثلاثة صعبين جدا لكن كل أزمة استعنى بربنا سبحانه وتعالى وتعملنا معها بهدوء وعملنا اللي علينا والباقي كان يعني معتات ربنا أنه هو تتحل لكن الثلاثة صعبين نزولي لزيارة الكابتن الخطيب ومجل الزارة الأهلي علشان كان فيه أزمة كبيرة جدا وكمان كان حديثي موازي معنات الزمارك في نفس التوقيت وفسرنا حاجات للمجتمع وللجماهير الحمد لله اتحاد الكورة يعني معنا في وقتها أخذ بيها أزمة الكورونا كانت أزمة قدرنا برضو مع الحكومة المصرية أن احنا نقوم بيها الأزمة اللي موجودة يعني خروج اللجنة الأولمبية مع تقدرنا وتزازنا طبعا بيها دي مؤسسة كبيرة جدا ببعض الكرارات طب الكرارات دي إيه اللي تعمل فيها في القانون لازم كان لازم بفيه هدوء وحكمة نحنا إزاي نعالج الموقف برضو فدي كلها أزمات بالرغم بنبني مشروعات وحاجات كتيرة جدا الأزمات لا تخرج عن الوزارة الأزمات عن السلطات المخول بيها البعض لإدارة شؤونه لكن في إدارة شؤونه بيخطأ تجاه المجتمع بدخل أو ندخل الوزارة نحل ونرجع تلك لكن مفيش ولا أزمة كان طرفها الوزارة والوزير وكلها بتكون غالبا في حاجات شعبية لكن يعني بالحكمة والأداء الجيد والدعم الكامل من كل الناس ودي رسالة أخيرة بقولها لكل المشجعين في كورة القدم